قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول سد الفجوات في محادثات وقف النار في غزة إذ تواصل حماس إضافة شروط جديدة لموافقتها على المقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن سأذكر الجميع بأن العالم كله اجتمع خلف الاقتراح الذي طرحه الرئيس بايدن قبل بضعة أسابيع العالم كله باستثناء حماس وذلك بعد أن قال الجميع نعم بما في ذلك إسرائيل التي أكدها لرئيس الوزراء نتنياهو عندما كنت في إسرائيل عادت حماس بشروط جديدة ومطالب جديدة تشمل مطالب وشروط تجاوزت بالفعل ما قبلته في السابق ونعمل الآن لسد الفجوات التي خلقتها حماس